رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يحمل اسم ضوء واحد وأكد سمو أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن رؤى جلالته في الاهتمام بالاستكشافات وعلوم الفضاء واستشراف المستقبل وامتداد للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة جلالته أيده الله كما أشاد سمو حفظه الله بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في هذا الإنجاز العلمي المشرف لمملكة البحرين معربا سمو عن الاعتزاز بالكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين التي شاركت في هذا المشروع لتسجيل إنجاز جديدا في سجل الوطن الحافل بالإنجازات التي تحققت بسواعد أبنائها الذين يقودهم حب التحدي وقوة العزم والإرادة إلى المزيد من الإبداع والتميز في كل ميدان وأعرب سمو عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يبدونه من اهتمام متواصل بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المسارات ومنها علوم الفضاء والبحث العلمي متمنيا سموها توفيق النجاح لهذا المشروع العلمي المشترك وأن يشكل إضافة جديدة لما وصل إليه البلدان من مستويات متقدمة في علوم العصر واستكشافات الفضاء اشتركوا في القناة